نبدأ بمعرض الصحافة وبجريدة النهار لفتحة صفحتها الأولى بعنوعا قالت فيه حرائق أياد مبثورة وإصابات بالعمى ليلة المولد ونستقبلت مصالح الاستعجالات الطبية على مستوى عدد من مستشفيات الوطن عشرات الإصابات وسط المواطنين خاصة منهم الأطفال بسبب الاستعمال البفرط لأخطر أنواع المفرقات للاحتفال بالمولد النبوي الشريف حيث أعلنت الأطقم الطبية حال الطوارئ بسبب خطورة الإصابات التي استلزمت إجراء عملية جراحية معقدة تقول الصفحة الأولى لجريدة النهار في عنوان آخر قالت إجراء جمعية لمموينية المطاعم الجمعية نحو المطاعم المدرسية وإن أكد مديره الخدمات الجمعية المموينين الذين يقومون بتموين المطاعم بمختلف المأكولات تراجع عددهم ورفضوا المشاركة في مختلف المناقصات التي تنظمها مديريات الخدمات الجمعية مشيرين إلى أن قيمة الوجبة الواحدة للطالب تحدد حسب الميزانية التي يتم صرفها وكذا حسب سعر المواد الغدائية تكوين ساتذة الأطوار ثلاثة في علوم التربية والمناهج بالجامعات وإن أكدت وزير التربية الوطنية نوريا بن غبريط على ضرورة تكثيف الجهود لتنسيد مشاريع التكوين الموجهة للإداريين والأساتذة بصفة خاصة حيثه سيتم قريبا عقد اتفاقية شراكة بين مديريات التربية والجامعات من أجل إعطاء دفع في ميدان التكوين اعتمادا على الخبرات الجامعية والإثبات مستوى الأستاذ والتفتح على كل ما هو جديد في إطار العلوم التربوية رياضيا قالت النهار عن طريحيا يقود حملة من أجل استداء زياني للخضور ضد غومبيا وانتفاعل أن صار المنتخب الوطني بقوة مع حملة أطلقها رواد بموقع تواصل الإشماعي تويتر من أجل جمع أكبر عدد من المعجبين وإيصال صوتهم لإستداء لعب دول كريم زياني إلى صفوف الخضور في المواجهة المرتقبة شهر مارس 2019 أمام غومبيا بملعب شاكر بالبوليدة ودعم بطل ملحمة أم درمان وسخر الدفاع الخضور السابق عن طريحي المبادرة بكل قوة إلى المحور قالت إحصاء المناصب الشاغرة وتحديد موعد مسابقات توظيف الأساتذة شهرين جونفي وفيفري والآن لت وزارة التربية الوطنية للشروع في عملية إحصاء عدد المناصب الشاغرة في السلك البيداغوجي ما بين شهرين جونفي وفيفري المقبلين مباشرة بعد استفادة مدة الاستعانة بالقوائم الاحتياطية الوطنية قبل نهاية السنة الجارية ليتم بعدها تحديد موعد انطلاق المسابقات الخارجية لتوظيف الأساتذة في مختلف الأطوار التعليمية المشوار سياسي قال طريق سياس شرق غير ممنوع على الشاحنات وانكشف محمد خالد الأمين العام لمؤسسة الجزائرية لطرقات السيارة عن إجراءات جديدة سيتم العمل بها في الأيام المقبلة تهديف الحماية الطرقات السريعة الجديدة من الاهتراء بسبب الحمولات الزائدة التي تنقلها الشاحنات وهكذا خالد أن الشاحنات التي تنقل حمولات زائدة ستمنع من دخول طريق السريع إلى الموعد اليومي قالت تمارين بحرية بين الجزائر وحلف الناتو ونعلنت وزارة الدفاع الوطني عن تنفيذ تمارين تاكتيكية مشتركة بين القوات البحرية ومجموعة سفن تابعة لحلف الناتو بحوض البحر الأبيض المتوسط ووفقا بيان للوزارة الدفاع الوطني فإنه في إطار التعاون العسكري مع منظمة حلف شمال أطلسي راست بميناء الجزائر المجموعة البحرية الدائمة الثانية لمنظمة حلف شمال أطلسي في توقف يدوم أربعة أيام إلى الحوار قالت الفيضانات تكبد الدولة 49 مليار دينار جزائري وانصرح المندوب الوطني للمخاطر الكبرى لوزارة الداخلية والجماعة المحلية وتاية العمرانية طهر أمليزيانو في فترة ممتدة من شهر جونفي إلى أكتوبر 2018 قد مسى الوطن أدو خمسين فيضان في 23 ولاية خلفت 20 وفات وخسائر مادية قدرت بـ 49 مليار دينار رانوفال ريبيبليك قالت إعادة 37 ألف مهاجر بين عامي 2014 و2018 وانتم ترحيل 37 ألف نيجيري دخلوا في الجزائر بطريقة غير شرعية إلى دولتهم الأصلية وذلك في الفترة الممتدة بين ديسمبر 2014 إلى غاية 2018 يوجد من بينهم 1095 إمرأة والطفل كانوا يمارسون تسول بالجزائر لدي باق قالت محاولة تهريب 25 ألف و700 أورو بمطار الجزائر وان أفشلت مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة محاولة تهريب 25 ألف و700 أورو غير مصرح بها خلال معالجة إجراءات الشرطة للرحلة التي كانت متوجهة نحو دبي حسب ما عشر إليه بيالي المديري العامل الأمني الوطني أول أمس